السلام عليكم شباب فيديو جديد وحلقة جديدة من قناة الان بي اف. الله الله ربي لا اشرك بيشان. والله يا شباب ما كنت عاوز اه احبطكو في الفيديوهات الاخيرة الموت والاصابات والكلام ده كله علشان ما فيش حد يخاف ولكن كنت قلت في فيديو واحد اعمله لواحد اه يعني بس قد الله ما شاهد فعلا لقيت واحد توفاه الله و اه حصل له زي ما انت شفت كده في العنوان. دهرت اسم نصين. طبعا حاجة غريبة قوي واحنا نسا متكلمين على جستن الايام اللي فاتت كان مدرب ومشهور ومحبوب. اه السكوات طبعا اه او كان بيلعب سكوات حر وبعدين للأسف اللي كان بيساعده ما عرفش فنزل اسم رقابته نصين. هسيب لك الفيديو في اخر حلقة النهاردة. علشان تخلي بالك انا برضو هاي 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 دايما معلش دايما هفضل اقولها لك اللي هو ما تقلقش. العب بسلام وحافظ على نفسك. وفي اي حاجة في حياتك بأمر الله مش حصل لك اي حاجة. وكل حاجة بياد الله سبحانه وتعالى. ما تخافش من اي حاجة. تمام? ولكن ايه ما حاول انصحك. ان شاء الله احاول اقلل الحاجات دي زي ما عملت السنس والقلت لك ان شاء الله دي اعتبر اخر حلقة وكل فترة والتانية وده عملته والحمد لله الاصابات. يمكن حلقة واحدة بس اه هوريك اصابة غريبة للديد ليفت. وان شاء الله نكمل في محتوى نبعد شوية عن الاصابات وتخويف الناس. طيب. عشان ده مش هدفنا بس هدف اللي انا نصحك عشان تخويفه والله. طيب البطل اه للأسف البطل البرازيلي. اه قد لما اشع فعل حدثة حصلت لسه الساعات اللي فاتت. عشان كده عملت فيديو النهاردة. مية وخمسين كيلو يا صديقي للأسف وقع عليه بشكل غريب جدا. وهوريك اقدار الله سبحانه وتعالى. سبحانك يا ربي ولا كأن دي ممكن اقولك يا هتستغرب. ولا كأن حد اه مخفي شال الامام بتاع الجهاز نزل اسم ونصين. هو الحمد لله عايش ولكن هقولك القصة النهاردة للشخص. طبعا هنا ما حصل. هوريك الفيديو دلوقتي ما تقلقش. اه هنا اه لما تلات راجروا يساعدوه هنا يعني للأسف فقرات بتاعته اتقسمت نصين. راح على جراحات الطرقة. اه قد لما شاء فعل في نسبة اقل من واحد في المية اللي هو يمشي تاني. هو سبحانك رب اللي هو عايش. ولكن هيكمل بعيد حياته وعنده اتنين وعبعين سنة. اه للأسف اه ما شلول. هما لسه هو الشخص ده. طيب بص لدرجة تعاوز اقولك قبل مشاغل الفيديو. الدكاترة او الدكتور اللي هو الرئيس بتاع العمليات بيقول دي اه اغرب واختر اصابة في مجاله. شافها في مجاله. طبعا الناس دول بيكونوا اسادزة. يعني دكاترة اسادزة يعني ايه. يكونوا ناس تقيلة جدا في المجال. فبيقولوا من وسط الحالات اللي بيجي مدار حياته دي اغرب واصعب او من اصعب. لان انت شفت كده العمود الفقري اتفرتك. تمام? نبص كده. هنا اه نزل الامان. ركز بقى في الحاجات دي جدا. تركز. سبحانك يا ربي. الفيديو طويل بس انا ايه? احاول ايه? قاعد يزود وزن واحد تاني كده. لابس احمر اه قاعد يزود وزن برضو. صديقو بقى متفهمش او واحد في الجم مش فاهم. مش عارف. بص وقاعد هنا وقاعد تحت الجهاز. وهنا الامان مقفول. تمام? سبحانك رب انا رجعت الفيديو تاني ايه ده? ولا كأن حد خفي شال الامان. طبعا بتاعها نزلت عليه? كسر عمود فقري. الحمد لله التلاتة شلوه بس خلاص. اه كواس لهو نزل سند كده. هقول لك اللي حصل والجهاز والكلام ده كله. عفنا الله. اه لا اله الا الله محمد الرسول الله. طبعا بيشيله مية وخمسين كيلو. هو 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 كان شال او عارف يشيل الوزن عادي. بس الفكرة مش في كسة الوزن قد ما اللي هو بعد ما زود وزن طبعا الفيديو طويل فانا ايه يعني اجيب لك الملخص بتاعه. واقعد هنا عاوزك تركز بعد اذن حضرتك في الامان اللي هنا. والله ولك ان حاجة مخفية بص كده هنا الامان. وانا بقول لك ليه الفيديو طويل? لانه فعلا الفيديو طويل. الامان كل ده مقفول. سبحان الله لما جيه ويقعد تحت منه على الامان. بعد الفترة الدقيق الكتيرة دي. الامان بص بص هنا ركز هنا. ولا كأن حد عمله بيده كده. حاجة خفية كده. سبحان الله دي او جدور ربي سبحان تعالى. خلي بالك نرجع تاني. بص كده. لا لا. بص كده هم طبعا مخفين رأسه. بص كده ولا كأن حد رجع الامان ورا. عنه كان محتوط وبقول لك بالدقايق. يعني اه انا عملها طول كده ما كنتش عاوز اطول الفيديو لانه استراحة فيديو طويل. قاعد يلف هنا وهنا وهنا وممكن تشوفه على تويتر. هنا وهنا 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 وسبحانك يا ربي دي اقدار بيد الله سبحانه وتعالى ربنا يا ربي يحفظنا جميعا. جي واول ما قاعد تحت الجهاز احي الجهاز انزل عليه. عاوز اقول لك الجهاز ده بقى الجديدة. الجهاز ده بقى له بس شهرين في الجيم. الجهاز حديث. بس سبحانك يا ربي. طبعا العملية كلفت حتى الان حوالي سبعة تلاف دولار وبيجمعوله الجيم دفع فلوس وعيلته جمعوله فلوس. عفانا الله يا رب. والجيم كمان جمع له فلوس وفتحوله صفحة عشان العملية طبعا الموضوعه مش سهل بالمرة. طبعا الدكتور بيقول على حتة الاعصاب اللي هي اتدمرت وما فيش امل الاقل من واحد في المية اللي هو يمشي تاني. اه زي ما انتم شفتوا كده بقى. وفيش اعصاب وحاجات حسية والكلام ده في العمود الفقري سليمة كله تفرتك يعني ارجع لك سورة تاني. بص كده. بص الفقرة يعني كله مية وخمسين كيلو. بص بص اللي فوق سليم. بص اللي تحت بقى. لا اله الا الله. بص العضل. خرجت خالص. لا اله الا الله محمد الرسول الله. بص بقى بقى ده ده ايه? يعني ايه? ده ده الجنان. ده الجنان. واحد ده سبحان الله كان بيشيل عادي وسهو قعد تحت الجهاز ما تعودش تحت الاجهزة. ولا تآمن لجهاز. ولا تآمن لجهاز. يعني انا قريت بعض التعليقات واحد يقول لك ايه? ايه? ده في الغرب. اللي يقول لك عشان كده ما بحبش ما ما بأمنش للاجهزة. فبلعب وزن حر. يا فرحة اقول لك ايه? يا فرحتك ايه اخي. يا فرحتك. يا فرحتي. يا فرحتكو. اماني ده اقول لك الاماء او الاوزان الحرة. آآ للأسف 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 تعمل اصابات اشد بكتير. يمكن الاجهزة فيها امان. وده التخلف بعينه بقى. فاقع تعمل التخلف ده. الغريبة بقى في بطولة لسه منزلين الفيديو ده من كام يوم. في بطولة شايفين واحد هيتصاب. ما تشيله. هيطلع بيه. ده مش سكوات. ده كده هبل بقى. ده كده هبل. مش عارف دايما حتى والله الرجالة اللي بيكونوا مقفين دايما اتكلم هنا في القناة في الحتة دي. ما بقى منهمش. لان بنشوف في بطولات كتيرة ناس كتيرة بيجي لها اصابات يعني حتى ده ده كده غلط يعني. مش ااخد بوينت. هياخد ايه بوينت في ايه في اللي عملوا ده? عملوا غلط طبع. طيب اشوفكو على الف خير ما شوفش حاجة فيك وحشة. آآ فيديو النهاردة آآ آآ تحزيري واجتور ربنا سبحانه تعالى في الاول في الاخير في كل حاجة. خد احتياطاتك آآ ما تخافش يعني ما تخافش من اي حاجة. توقل على الله في الاول والاخير. ربنا يا رب يحفظني ويحفظكم جميعا. السلام عليكم يا شباب.